أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتابع على مدار الساعة جهود خفض الأسعار وضبط الأسواق كما لفت مدبولي إلى أن المواطن المصري سيشعر بهذه الجهود خلال الأيام المقبلة أنا بتابع آخر حاجة طبعا منذ جلستنا الأخيرة مع اتحاد الغرف ومع كل أصحاب المصانع والسلاسل التجارية موضوع انخفاض الأسعار شغالين بصورة معقولة طبعا أنا بتابع لغاية النهاردة الحقيقة الصبح مع رئيس اتحاد الغرف كان فيه مكلمة عشان أتأكد منه من التنفيذ على الأرض وبنتابع من خلال الأجهزة المعنية في الدولة رصد لهذا الموضوع وتاني أنا بأكد ياريت المواطنين برضو يتفعلوا معنا ويبلغونا أولا بأول من خلال كل قنوات الاتصال بالأسعار وإيه اللي بيحصل في موضوع الأسعار عشان نتابع لأن احنا كلنا بنستهدف أن إن شاء الله الأسعار تنزل وتنخفض ويبدأ فعلا المواطن يحس حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات اللي قامت بها الدولة في خلال الأيام القليلة الماضية